في العهد الجديد اليوم نشوف ظلم ما بعده ظلم في هذه الأرض وناس عم تقتل وعنيفة في اسم الدين في كل مكان بتهجر وبتجرد الناس من كرمتها يعني بيعمل أمور قبحات نجسات رجسات اللي ضد الله مباشرة أو ضد طبيعة الله وليه الله بيسمح فيها الحقيقة السؤال تساءل في الكتاب المقدس في العهد الجديد اتساءل من قوم مذكور عنهم في بطرس التانية ثلاثة بيقول عنهم الكتاب قوم مستهزئون يقولون أين هو موعد ماجئه لأن من حين رقد الأباء كل شيء باقن يا ترى موعد مجيء يوم الرب بالقضاء يوم الدينونة اسمه يوم الرب ليه لأن كان في تحذرات من الأنبياء والقدسين بيقولوا الله يغضب الله يغضب لابد لله أن ينتقم فقالوا له من حين رقد الأباء كل شيء باقن فالرسول بطرس قال لهم في الأصحة لا دا ربنا زمان انتقم أيام ما فاض على هذا العالم المأفهلك ولأن انتقم لابد أن يأتي يوم الرب سريعا بالانتقم السؤال محير الله كان بينتقم انتقم مباشر ويدين الشر دينونة مباشرة في العهد القديم لماذا في العهد الجديد أو في عصر النعمة الله لا يتدخل لأن احنا بنعيش في زمن اسمه زمن صبر المسيح نحن الآن نعيش في زمن صبر المسيح لكن في ناس عم تدفع ثمن تمام زمن صبر المسيح يتميز بالآتي أن المسيح صابر في السماء على كل إهانة تلحق به وتلحق بتاع به لكن ما يميز هذا الزمن هو إمهال الله وطول أناط الله وإمهال الله وطول أناط الله مش معناه أن الله الناس اللي بيحصل ومش معناه أن قداسة الله تغيرت عن العهد القديم ومش معناه أن الله ما عاد شاهدين لكن الكتاب بيقول لنا في جزء لنا أريد منه في رومية 2 بيقول أم تستهين بغنى لطفه وإمهاله وطول آناته غير عالما أن لطف الله إنما يقتادك إلى التوبة يعني إمهال الله الآن وعدم دينوناته الشر مباشرة بيدي مساحة من طول الآنات لعل الإنسان يرجع بالتوبة ده مش معناه أن ربنا ما قيسه اختلفت أو مش بيغضب زي زمان هو غضبان لكن في يوم جاي اسم يوم الغضب في يوم جاي اسم يوم غضب الرب عشان كده الله دلوقتي يمستني علشان يمهال الله وأيضا الكفارة التي قام بها المسيح كفارة تجلب الرضا من الله على كل العالم مؤقتا الآن لكن على الكنيسة إلى أبد الأبدين فلأجل وجود الكنيسة على الأرض ولأجل الكفارة التي قام بها المسيح تلاقي المؤمن عايش والشرير كمان عايش الشرير ممكن يجدف على الله لكن ربنا ما حرمهوش من الهواء والتنفس والأكل والشرب والأكل والخروج والدخول ليه ربنا صبر عليه لأجل الكفارة ومساحة المسامحة من أجل الكفارة مرتبطة بإمهال الله لعل الإنسان يرجع ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر